مساء الخير يا جماعة شعب الكتاب العظيم يعطيكم ألف عافي طبعاً ينفيش نوكت عشان مش حاب أنكد عليكم على المساء المهم خنبلش والآن أنا طبعاً ما رح أشعركم الوحد الثالث السابق لأن أورادي شرحتها ما رح طلع عيد وسيد أنا فالبدي يشوف دروس السابقة يشوفها ما في داعي أقعد عادي في كلامي أنا تمام؟ فنبلش تمام؟ الآن الوحدة الرابع بحكي لك كوهيرنسان كونتينيوتي يعني كوهيرنس الترابط كونتينيوتي الاستمرارية فبالتالي بحكي لك أنه هون في الفقرة هاي بارغراف الصغير بكتشا أبازل يعني أنه صور الموضوع أنه يكون زي ما هتون كابتنين تنيك في الديسكريبشن جنبها the piece of paragraph مش كثير واضحة كتابة خلاص مش مشكلة بس أنه هون بحكي لك أنه خلي الموضوع يكون زي البوزل البوزل يعني توقع بتعرفوها البوزل بس فكرة تلك هاي الصور بتركبها انت بطريقة أو معينة نو خلي أمورك مثل هيك خلي فقرتك مثل امورك مهم compare the paragraph and the puzzle قارن بين الparagraph والpuzzle مثل هيك تمام فهون بشرح لكم مثلا make a paragraph coherence coherence فبحكي لكم مثلا هون the paragraph في الديسكريبشن هون the paragraph is planned and organized in order يعني الparagraph مخططة و مرتبة بشكل كويس فبالتالي مثلا ممكنكم تقرؤوا لأنه صراحة الفقرات اللي أبدا أقول أنا أقرأها الفيدو رح يصير مدته ساعة ولكن انتو ترجموها الموضوع بسيط ما بدو يعني يغلب كثير فمثلا هون قاعد بطيكو أمثل على الموضو هذا مثلا انكم يعني تاخدو details على الموضوع أو انك يعني الكلمات اللي تخليكو تعطي تعطو تربو تمام فمثلا لما تحكي مثلا dinner with the friends cook tomatoes coffee latte اكستغا او يعني الى اخره dinner with the dinner for friends salad main course with the wear wine dessert with coffee وحطي لكم هون المصطلحات انتو عشان ساعتكم انتو في الكتابة وروع البعدها make a simple outline يعني حط خطوط عريضة أو عنوين عريضة فمثلا مثل هيك زي ما اتحطي لكم يعني شايفين كيف topic give a good party early event middle event مثل هيك يعني تمام وانتو لازم تقرؤوا يعني صراح لازم تترجموا لازم تتعبوا شوية المادة من فاشئة اترجم لكم انا كل شيء لانه سياخد من الوقت الفيديو كثير انا ما بدي اطول بدي يكون الفيديو خفيف دم عليكم فبالتالي زي ما تشافين برضو هون تكملة من الموضوع تمام الفقرة برضو ركزوا عليها منيح ودرسوها طريقنا خط فمية بالمية هي مهمة تمام هون مثلا برضو نفس الشي why I don't want to be in college هاي التوبيك هاي انه اللي بحط لك انت العناوين العريضة تمام اه بحكيك ان ادرس الفقرتين ما اعتمد انت على الاوتلاين او على العريضة ادرسوا الفقرتين هاي كويس وشوفوا انتو كيف ممكن تشوفوها بالمعاني طبعا نبحثوا على جوجل ويعني ما انيها توقع سهلة ما بدها يعني الشخصة اللي عنده لغة انجليزية متوسطة اتوقع ان حيكون فهم الله ربذها يعني او كويس بها تمام compare the outline and paragraph برضو يتكمل الموضوع طارق انتو بالاوتلاين والبرغراف انو كيف البرغراف باختصار يعني الاوتلاين هي عنوان عريض البرغراف هي الفقرة الملخص يعني احنا نحط مثلا عنوان شغلة معينة احنا نحكي عنها مثلا اه حوادث القيادة بالاردن هاي التايتل او العنوان تمام البرغراف مثلا تحكي انو تحكي التفاصيل تبعتك انو خياتل السكالات الاردن تعاني من كذا كذا والفش اتزام كويس بالقونين يعني اشياء نتعارفينه ونفس الشي هون اه توقع انو برضو تترجمو وتشوفو اه الاكسرسايز اللي راح تيجي راح تيجي مثل هذا الاكسرسايز في الامتحان في السكند كان بيحكي عنو دكتور بس بالامتحان الفاينر حيكون مختلف انا راح بحكي لكم برضو كيف حيكون اه الموضوع بالنسبة للامتحان كيف حتكون الاسئلة انا ادعا هون بحكي لكم انو اكسرسايز اه بحكي لكم، اه بحكي لكم انو تترجموا انا تراك بحكي لقعة ثلاثية ام بحكي لقعة ثلاثة او سوف اعرفك فكرة البازل كيف انت تترجم وتشوف كيف انت تترجم وتكشوف موجات تترجم وتشوف الامور هاي كلها اه نروح البعدة يعني أعطي الفقرة الاستمرارية وقرؤوا الفقرة إنه تخلوا الفقرة فيها استمرارية تستخدموا مثلا كلمات تستخدموا أشياء تعطيكم استمرارية في الفقرة فمثلا هم بيحكي لكم أو تقرؤوا الفقرة هاي الآن نجعل الجزء المهم والجزء اللي نقل لب هذا الفيديو واللي احنا بنركز عليها أكثر شيء الترانزيشنز اللي ها فانشنز أو وظائف فالفانشنز هاي بتتلخص بكذا الشغلة في ترانزيشنز لل الاد والريبيت والإنتنسفي تمام الاد ننا إضافة الريبيت إعادة والإنتنسفي تمام لأنها تكثيف الشغلة أو التركيز عليها مثل إلى آخر مثلا وهذا نفس الشيء نحن نحكي مثلا فيه إلى تباين وتناقض وكل كل كلمة ترانزيشن اللي ها فانشن معينة فالأسل اللي هتكون في النسبة ل ترانزيشن ضع ترانزيشن المناسب في الفقراء زي ما أعطيتكم برضو أعطاكم الدكتور واجب رح فرجكم الان كيف ممكن احنا نتعامل مها أو رح يعطيكم شو ضيفتها مثلا رح يعطيكم كلمة فاذر فاذر اشي بتخدم اشي الفانشن اللي بتخدمه اللي هو اد 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 تمام اد اد ايك حيكون اغربية السؤال يعني فهمتوا علي كيف مثلا يعني كلها ما شايف انتوا بتحفظوا انه اش الفانشن تبع كل واحدة من الوحدات يعني ام مثلا نحكي مثلا احسي نضع شوي هيك احسن تمام اه مثلا اه اه كيف ممكن تحطوا لها مثلا زي اعطانا اياها دكتور تمام زي ما توا شايفين هون الى اخر طبعا الدكتور حالهم هذول كلهم بصوته ممكن تدخل على وشوف انتوا كيف معطيها بصوته بشكل كوي سترا كتير رح يفهم دائما انتوا عشان تفهموا المفهوم من الفكرة هاي كلها انكم دائما السمري مهم جدا السمري ملخص هاي بتعطيكو الخلاصة بدون اللفه دولان بتقرؤوها بترجموها كتير حتى تفيدكم نروح الوحدة الخامسة بحكي لك نجيب شوي المنتري بروبلم وفورم واند ارق ماهلا بلش نكلج المنتري بروبلم وفورم واند ارقن تمام منتطلع احنا بحكي لك انت اه المشكلات الابتدائية في الشكل والتنظيم والشكل والتنظيم لايش لالفقرة طبعا للفاريغراف ها بحكي لك 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 لانه صراح ما رح أقود انا ترجم بدون وقت طويل هاي احنا الفكرة تمام ها بحكي لك اه فانحنا منحط فمثلا هون ها بحكي لك ها بحكي لك انه لتنظف كلبك ربما يجب عليك اتباع عدة خطوات لتتم العناية الكاملة اولا اه تتأكد انه الكلب مش عرف بالطبخة لانه ممكن سير يهرب مننا كوي عن فس الى اخير في نصائح انا مرح أقود اشرا فينا انه سنطول كثير فوان الفكرة يعني اكس بلاين هاو تو كونتراكت ميك سمتين بتشرح انتا كيف ممكن تتسوي شيء هون بشرح كون الفكرة برضو التابيك سنتنس والدسكشن او النقاش وعلى اللي بعدها احكي لك هون اكس بلاين هاو تو كيف خدت انت اسمك فهو مثلا بحكي لك انت بتسألها لك بسال اقاربة كيف ان حصلت على اسمي الرائع ما شاء الله تمام فهوان برضو نفس الشيء بناقش اوصف وجه شخص معين ممثل 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 مش توصف وجه يعني شو بدك توصف وجه مثلا مثلا يعني اوصف الروم او غرفة في الهاوس سبعك او البيت تمام هون اوصف صورة في الماجازين او في المجلة هون بشرحكم برضو الفكرة يعني هي كلها امور طرح رسيطة ما بدها وجعة الرأس او مثلا بحكيرك يعني وصف حدث حدث ممتع خلنا نقول او قد قد يحظى باهتمام وقد يكون مهم اه بحكيرك هون يعني انك انت تدعم الكلام العام بشوية تفاصيل نوعي بسيطة تتحيي بشكل عمش كام لان تدخول لك شوية تفاصيل عشان ايش الشخص الامامك يفهم عن ايش بتحكي او فهم بحكيلك مثلا او 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 الاخري او 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 ناقش بطريقة خاصة او 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 الفكرة العامة هاي. فاحنا عشان نلخص. الاسئلة اللي بداية رح تيجي اول شي. هم طبعا من خمسين علامة امتحان زي ما هتفضل الدكتور. خمسة وشين علامة رح تكون على ترانزشن الفرجاتكم اياها اللي هي الكلمات الانتقالية. نفتح عليها شانك فون ايش. مصدقيتنا تمام تمام. تمام. على الترانزشن. فحيعطيكو انتو يا اما انتو حطوا ترانزشن مناسب حسب الفقرة زي السؤال هادا اللي هون. تمام. واعطاكم ايا دكتور. او انك انت تحط الفنشن تبعت الترانزشن هذا. تمام. زي ما فرجتكم. هو الوظيفة الى اه. هادا الادات الانتقال يعني او كلمة الانتقالية. يعني مثلا بي فور مثلا. شو بتحكي انها اا اا. تمام. مثلا بحكي لك او الله سويلي مثلا على اا اا بي كوز. ليش بي كوز? سيغنال كوز بتحكي لها او رزلت. يعني سبب أساسي أو نتيجة مثل هيك يعني هذا هو السؤال الرح يجعلي رح يجعلي خمسة وشينا باقي الأسئلة رح تكون مثل ما اخذنا بالامتحان القبل يعني اللي نقدره المد فمثل هيك يعني أغلبية الأفكار العامة فبالتالي أنا شايف أن أعطتكم الممكن أي أسئلة عندكم يعني بإمكانكم أن تعطوني إياها وإن شاء الله بصيكم أكون الفيديو طويل ويكون خفيف دم عليكم وخالف مش حاكي نكت تاني وعد يعني فباستمناكم في مواد ثاني إن شاء الله بالقواعد اللي بنزلوا معي قواعد رح يستمتعوا كهيرا بشريح السنة الجاي ودمتم بألف صحة الخير كنت أنا معكم بقادر بدر يعطيكم الله عفو عافية سلام